في البرازيل أعلن المسؤولون في الشرطة أن ألعاب النارية رخيصة الثمن تستعمل في الهواء الطلق هي التي كانت وراء نشوب الحريق الذي أودى بحياة 234 شخصاً الأحد داخل ملها الليلي في مدينة سانتا ماريا وتحدثت الشرطة أيضاً عن عوامل إضافية ساهمت في المأساة كسوء الإنارة وسوء الإجراءات الأمنية وطلاء الجدران والصقف القابل للاحتراق وأجهزة الإطفاء غير الصالحة الصلاحية وأعلنت عدة مدن فرض قيود صارمة على النواد الليلية